اهلا وسهلا بحضراتكو حلقة النهاردة هنتكلم فيها على كونسبت مهمة قوي من الكونسبت في الساينتيفك ريسيرش وكنا تكلمنا الحقيقة عنه في حلقة سابقة من زمن ولكن كانت حلقة مختصرة في حدود خمستاشر دقيقة تقريبا بتتناول كل مكونات او الكونسبت اللي المهمة اللي لازم نتكلم عنها في الساينتيفك ريسيرش الخاصة به الحلقة دي هتكون تقريبا على الاول فقط وحنقول فيها عدد من المفاهيم وبعدين هنعرض كل من الخاصة بالترتيب فلو نبدأ مع بعض في واحد من الكتب المشهورة المتدولة ما بين ايدينا وخاصة في مجال البزنس ولكن تاني بننبه انه بالنسبة لحلقة النهاردة ويمكن الحلقات التالية لغاية ما نخلص كل التمانية هي بتنطبع على كل انواع بكل التخصصات وتقريبا الحلقة بتاعت النهاردة والحلقة دي مخصصة لفكرة يعني ايه هو الكتاب طبعا كتاب اوما سكران موجود في كل الاصدارات اربعة وخمسة وستة وسبعة والاصدار اللي على وشك الصدور اللي هو تمانية هنلاقي حاجة في تقريبا شابتر تو او ثري حسب الاصدار الكتاب بتقول التمانية دول لو تعرفنا عليهم كدرنا نفرأهم ونفهمهم كويس نطبقهم على عندنا في scientific research. هيبقى الحقيقة اه اه اولى ان احنا نطبقهم في كل انواع research كل التخصصات. لانه مهم اوي نفهم الفرق اللي ما بنوك. تعالوا مع بعض نبدأ باول سطر. the whole marks or main distinguishing characteristics. or هنا دي مهمة بالنسبة لنا اوي. or هنا المقصود بيها ان ده او ده. طيب. or مقصود بيها ده او ده. كويس. يبقى الناحية دي عندنا whole marks. والناحية التانية عندنا الحياة النقطة المهمة. distinguishing characteristics. وكأن احنا عندنا characteristics. ولكن هو بيتكلم هنا على. طب ايه اللي equal to the distinguishing characteristics? كلمة whole marks. فتعالوا نفكر مع بعض. هل في فرق ما بين كلمة characteristics لوحدها? وما بين whole marks? من غير ما نبقى شايفين دلوقتي? من? من غير ما نبقى يعني نتجاهل ليه معقتة. نتجاهل من distinguishing characteristics ليه. طيب characteristics يعني خصائص. attributes. صفات. ماشي. وما ال whole marks? علامة مميزة. اه حاجة تميز. حاجة تؤشر الى بشيء من الاهتمام والقيمة المضافة. طيب. تعال نفرق ما بينهم. ايه المعصود ب characteristics? الحاجة characteristics فقط. فقط. من غير كلمة main distinguishing. هي الحاجة المين? الحاجة المنداتري. تعالوا نشوف مع بعض السلايد دي. السلايد دي بتقول ان انا عندي حاجة اسمها characteristics. اشبه بايه characteristics? الحالة characteristics اشبه بما يكون شيء اساسي. شيء مكون طبيعي. شيء مكون آآ يعني. من الضرورة ان يكون موجود في هذا الشيء اللي بنوصف. ولا نكون على سبيل المسال. تعالوا ناخد مثال بسيط خالص نتكلم على مثلا عربية. ايه المواصفات الاساسية المفروض تكون في عربية. الخصائص الاساسية المفروض تكون موجودة في عربية. لو هنتكلم على واحدة من الخصائص الاساسية الامان. طيب ايه اللي متحققوا بمعادلة الامان دي? ايه المعيار بتاعها? هافترض يعني ايرباج واحدة. طيب لو في ايرباج واحدة في عربية. undergraduate bdr قصة برقم طبيعي الاساسي اللي موجود في السوق. يبقى دي بنعتبارها خاصية اساسية. يعني علشان احقق امان. لازم يبقى فيه موجود ايرباج. لو مش موجود الإيرباج يبقى أنا عندي مشكلة في كاركتوريستيك عندي مشكلة في حاجة أساسية مش موجودة طيب حد تاني من مصنع السيارات بيوفر العربية نفسها اللي بنفس الساعة ولكن بإثنين إيرباج أو بتلاتة أو أربعة إيرباج ساعتها هو تخلى عن الكاركتوريستيك الأساسية وأضاف إليها يعني سبت الخاصية الأساسية اللي هي إيرباج في كل عربية وزود إثنين أو ثلاثة إيرباج فساعتها هو حقق لي whole mark حقق لي خاصية distinguishing خاصية value added اللي هي قال عليها في الكتاب هنا قال عليها في الكتاب main distinguishing characteristic يبقى الwhole mark هي اللي equal to the main distinguishing characteristic وعكس الكاركتوريستيك العادية الكاركتوريستيك العادية اللي هي الخاصية اللي هلاقيها في كل مكان من أماكن أو من أنواع موريد السيارات أو آدي المثال هو نعرضه كده على بعضه أو التفصيل بيقول إيه؟ بيقول إن الخصائص دي حاجة basic حاجة أساسية أو حاجة mandatory خالص دي اللي هي characteristic إنما لو الضف عليها أو معاها حاجة إضافية مش موجودة ولا common ولا أساسية عند الآخرين ساعتها نسميها whole mark يعني distinguishing أو distinguished characteristic وتاني المثال مثلا بتاع العربية إنه أي عربية نقدر نتوقع من خصائص الأمان الطبيعية اللي فيها airbag كل موريد السيارات ومصنعيها هيوفرنا الairbag دي ساعتها بنقوله شكرا أنت كده حققت لنا خصائص مميزة خاصية جديدة مميزة هنسميها إيه الخاصية المميزة؟ whole mark الحياة الكتاب هنا وأغلب الكتب بتدمج المجموعة من الأسماء للمفاهيم مع بعض شوية يعني ما بتحسنش ولا تدقق في عرضها وتعرض للقارئ والباحث الطالب إنه يقدر هو يميز بقوة يا ترى أني فيهم characteristic وأني whole mark فبعض الكتب بتلجأ أن تسميهم كلهم whole mark وبعض الكتب بتقول هم characteristics وبعض الكتب بتقول لا أنا حسيب الطالب يفكر والحياة التفكير هنا مبني على قدرة الطالب أو الباحث على استخدامه في الreseيرش عنده فهل ممكن يا ترى واحدة من دول تبقى characteristic والتانية تبقى whole mark وممكن يبقى العكس بالنسبة الreseيرش دون الآخر في البحث الخاص به ده اللي هنشوفه في حلقات مستقلة تابعة لكل واحدة من دول بيرباسو بنس هنعملها حلقة لوحدها ريجور تستابيليتي وهكذا عشان تقدر حضرتك تتوقف عند كل واحدة من دول وتشوفها بشيء من التفصيل شوية شكرا جزيلا لحضراتكو يسعدني الفيدباكس والأسئلة وإن شاء الله الحلقات اللي هي بتشرح كل واحدة من التمانية دول تباعا على قناة اليوتيوب شكرا جزيلا